الكتاب يتكلم عن علامة ابن الإنسان إذا فيك توضحها متى 24 يتكلم عن أحداث ما تسمى أسبوع دانيال السبعين اللي هي موجودة في صفر دانيال الصح 9 ماضت 69 أسبوع إلى أنقوطة على المسيح وليس له ادخلت الكنيسة كجملة اعتراضية أدنى 2017 السنة لغاية ما ترفع الكنيسة يبتدي الأسبوع الأخير إسبوع دانيال إسبوع دانيال الأخير يتكلم عن ظهور أحداث بعض الاختطاف لكن من ضمنها في آخر سبع سنين ظهور المسيح ظهور المسيح بالمجد والقوة وله علامة حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء متى 24 30 علامة ابن الإنسان في السماء عندما يظهر وتراه كل عين عندما يأتي بالمجد والقوة لأن الحياة سبق هذه العلامة علامتان علامة في لؤة أصحاح 3 تتكلم عن اتضاعه وعلامة تتكلم عن رفضه فعلامة اتضاعه عندما ولد قال عنه الملايكة تجدونها وهذه لكم العلامة لوقتنين لوقتنين تجدونها طفلا مقمطا مدجعا في مزود فهذه كانت علامة الاتضاع لكن سمعان الشيخ بعدما حمله على يديه قال إن هذا وضع لسقوط وقيام كثرين ولعلامة تقاوم فكأن الصليب وموت المسيح علامة تقاوم من الناس علامة اتضاعه علامة رفضه من الناس أوكي الناس ترفضه زي ما ترفضه بس فيه جاية بقى علامة مش هتقدر تترفض حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء عندما يظهر المسيح بالمجد والقوة موسيقى